انا اسمي مونا عابد. استودية اتكلم عنها النهاردة هي عبارة عن الامباكت تعال فيجول فيشندايزنج على الكونسيومر باينج بهيفير في الكلوزين جروتيل ستورز. ودي الاستودية تنشرت في سريلانكا سنة الفين وستاشر. الفيشندايزنج هو عبارة عن الفيزيكال بريزنتيشن للبرودكت او هو عبارة عن التكنيك اللي بيستخدم في الاستور لعون البرودكت او الدكور بطريقة اه تعكس اه اه الصورة ايجابية عن الاستور وتعمل اتراكت للكستمرز وتحفزهم على البيانج ديسيجن. الهدف من الفيزيوال مرشندايزنج ان هو يعمل او اكسبلين للبرودكت الموجودة او للنيو برودكت ويعمل بروموت للستور كمان بيساعد في اديوكيتينج للكستمرز للبرودكت او سيفيس موجودة في الاستور بطريقة اه بيها تعمل سيتنج للكمبني او في اكسبلوسيب اه بوزيشنز كمان هي عبارة عن بتعمل لينك ما بين الفاشن والبرودكت ديزاين والماركتينج وده عن طريق ان احنا بنعمل للبرودكت وكمان هو عبارة عن ما بين الكرياتف والتكنيكال اللي موجودة في البزنس واهم حاجة هي بتساعد على ان احنا بنعمل بتاع الكستمرز وتعمل له فيه وقت قليل جدا. اللي استطيت عملت في سريلانكا سنة الفين وستاشر اتنشرت عن طريق اكسفورد اه بزنس. اه لاستطي تتكلم عن ريتيل ماركت في سريلانكا وازاي اه هو اه خاصة الكلوزنج ريتيل ماركت وان الموجهة الفلاتيل جدا وفيه درجة عالية من الكمبيتشنز بين الستورز اه او بين البراندس اللي موجودة هناك. اه للنهاية لتعمل اكبر عدد ممكن من الكستمرز وان هو كل براند بيحاول يبقى في الماركت. اه في سريلانكا بيستخدموا مختلفة من لكن المشكلة ان هي مش بتكون او مش بتتماشى مع اللي بيستخدم في وان حتى لو فيه بتستخدم دي بطبيعة صحيحة لكن بتطبقوا بطريقة ميكانزم مختلف خالص عن اللي بيستخدم وده بيخليهم ان هما مش بيعمل مش بيحققوا اللي هي بتبقى او ان هما يعملوا الكستمرز بطريقة صحيحة وبتالي بيكون في اه الهدف من الستودي دي ان احنا ندرس تأثير على اه في الموجودين في سريلانكا ونقارنهم في اللي بيستخدم عالميا وان احنا نعمل او اللي بتبقى محتاجية عشان تعمل اكبر عدد ممكن من الكستمرز في tää اا اكستيرير دزاين في اäا ااكستيرير بها هي بيبتدي من البداية خالص من الصين اللي احنا بنشوفها اول من ندخل للستوريز من الانترونس بمال اا مركية ومن الوا investors بلاي اا بيبتدي من الالوان طبعا من الاضاءات من النظافة من المزديكة اللي احنا بنسمحها اول ما ندخل من الفوكال بوينتز من الفراجنز. اول حاجة اللي هي هي بتكون عادة بتكون في البداية ودي بتكون معظمها بتكون او بتكون عن لو فيه معينة. الماركية عبارة عن اللي هي بتكون بتعمل اه بتوضح اللي هي بتاعت الاول للاستور. وبتكون نصنعها في سريلانكا من الخشوة او بلاستيك او الميتة او من الجلد. الانترانز بيكون اه هو اول حاجة بتعمل للكاستمرز. وده بيكون في سريلانكا عبارة عن ستويت او انجلز. الوينتز بلاي هي عبارة عن للمرشندايزينج. اه بيعمل اتنشن كبير جدا للكاستمرز. اه وكمان بيبقى فيه هو اللي موجودة. الوينتز بلاي في سريلانكا بيكون او سيمي او 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 انجلز. المانيكان وده من اهم الحاجات اللي بتعمل للكاستمرز خصوصا في لانه هي دي ببساطة بتعمل اه بتوضح للكاستمرز how closing it looks in actual. وبيكون المانيكان بيكون اه complete او بيكون headless او بيكون three quarters. القلورز من اكتر الحاجات اللي بتخطف الكاستمرز داخل الاستورز. او من الخارج اه بيكون لتأثير كبير جدا على اه فكرة selection or rejection من ناحية shopping للستور ده. اه الالوان بتكون على حسب هي بتكون warm او cool او trendy او بيكون في naturals. الادقاط بيكون لها دور مهم جدا خصوصا في ال windows display. بيكون اه اه بتكون سبوتسة على البرودكت الجديدة او على الحاجات اللي هي trendy. وكمان الادقاط من الداخل اللي اما بتكون warm وده بيدي اي احساس اللي هو emotional theme او بتكون اه flashlight وده بيدي modern field. الانتيريور ساينز الانتيريور ساينز دي ده عادة بتكون اللي هي الساينز اللي هي بتعرف عارفة لو فيه دبارة منت معينة او فيه events معينة او اللي هي الانفورميشنز عن البرودكت ال space مهم جدا اني يبقى فيه space ما بين اه السيلز وما بين الشوبينج ال space وده بيدي احساس اني فيه اه variety وكمان استخدام سريلانك اللي هي المالتي ليفت ده بيدي ان هو فيه في البرودكت في الداخل السور الكرياتيب ديسبيلي اللي هو انه هو بيعمله اه folding او hanging method بطريقة كرياتيب بطريقة فريقونت الفوكال من اكتر الحاجات اللي هي بتختفل ودي اللي هي بتكون اريا نستخدم فيها الملكان نستخدم فيها مختلفة بطريقة كرياتيب ونستخدم اداءات اه بتكون اه بتكون على الايتم زي اللي احنا بنتستخدمها دي من اكتر الحاجات اللي هي كانت اه اه الناس جاوبت عنها في ان هي مهمة جدا وهي بتأثر على اه على عملية الشراءة وعملية اختيار الستور الميوزيك اه في سريلانك بيستخدموا الوسترن داخل في الباكجراوند معادة البراند سي اي بي الفراجانس بيستخدموا اللي هو بس ده اللي بيستخدموا داخل الستور اه 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 اختاروا اربعة بس الفور دول استهتموا فيها اه 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 كان متكلم عن الاج والجندر سيكشن التاني كان متكلم عن تأسير الفيجوال ميرشوندايزنج واختاروا اه اتناشر من الفيجوال ميرشندايزنج وزاي ده تأسيرهم. ستة وتسعين في المية من من كان ليهم كان ليهم ان هما ان في تأثير ده على عليهم ده صحيح الوزلت اني كان بنسبة بيع جدا من 72% منهم كان في ميل و28% منهم كان ميل 72% كان لعمار من 25% إلى 44% وده المجوريتي بتاعهم من 25% إلى 34% الوزلت اني في فور او فايف المنتس هما اهم المنتس موجودة او اللي اللي بتأثر عليهم وهي المانيكان واستخدام في كان لهم تأثير كبير جدا بعد معرفنا الوزلت من مقارنة باللي بيستخدم عالميا فاحنا نقدر سريلانكا اني استخدام الميرو مهم جدا استخدام الويندوز تسبيلي بس بدون اللي هي الضمز ان هما يستخدمه الديجيتال آآ سكرينز وده بيكون ليه تأثير افكتف جدا على الباينج ديسيجنز وبيستخدم عالميا استخدام بحيث ان هو بيبقى طريقة عالميا ده بيكون ليه تأثير كبير جدا خاصيا لو لو لها خاصية الانعجاز استخدام المانيكان بطريقة ستاندرد اللي هي الانترناشنال ستاندرد كمان طريقة اللي هي الكرياتف او ديسبيلي في الانتيروس هايت ده بيكون ليه تأثير كبير جدا بحيث ان هو بيعرض البرودكت بطريقة آآ كرياتف وبيوضح اللي هو النيو فانشنز الموجودة بتكون بطريقة افكتف الكونكولوجينز ان فيجول ماشنداينز بيكون لها تأثير كبير جدا على الكونسيومر على الكونسيومر بيهيفير خصوصا في اريتيل بيزنس آآ و آآ على البيانج ديسيشنز وان الهدف الاساسي من البيجول ماشندايز هو ان يعمل اتراكت الاكبر عادل ممكن من الكاستمرز آآ وان الكل استوريز بيكون عنده آآ بكاستمرز اكسبيكتيشنز واني الاستور بيحاول يعمل تستثفاي للنيوز واني يكون ليه ميزة تنافسية عن اي استور داني مختلف. شكرا.